بسم الله الرحمن الرحيم Handling Numbers التعامل مع الأرقام في شيء يسمى Scientific Notation شنه Scientific Notation؟ هو إعادة صياغة لعدد ما لتسهيل كتاب تصيغته العامة N ضرب 10 US N بس تكون small هذي capital هذي small شنهي الـ N capital؟ رقم شرط أن هذا الرقم بين 1 و 10 ما يصير أقل من 1 ما يصير أكثر من 10 والـ N الصغيرة اللي هي الـ US عدد صحيح يكون موجب أو سالب لكن ما يكون صفر ليش ما يكون صفر؟ لأن أي شيء US 0 يساوي 1 على طول فإذا كان صفر ما لا قيميني أي شيء يضرب 1 تخيل أنت بتضرب هنا بـ 1 ليش ضرب فيه أصلا؟ هنا يقول يحاول الأعداد التالية إلى Scientific Notation أنا الحين أقول لك تبتزيد الـ US خل الفاصلة تروح يصار أي US شوف هذا الرقم نحن نبي أن يكون هنا عدد 1 بس بين الـ 1 والـ 10 خلاص؟ فأنا بحرك الفاصلة هذه وحدة ثنتين فراح أقول لهذا يصير خمسة فاصلة ستة ثمانية سبعة ستة ثنين ضرب عشرة أس 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 جم أنا حركت الفاصلة مرتين ليلي سار خلاص؟ فرح أصير طرب عشرة أس أثنين يزيد الأس لما الفاصلة تحرك ليلي سار تعال نشوف اللي تحتها نبي 1.0325 ضرب عشرة أس أربعة لأنني حركت الفاصلة أربعة مرات باتجاه ليسار فتصير أربعة وليس سالب أربعة هنا أبحرك الفاصلة مرة واحدة فرح تصير ثنين فاصلة ثنين أثنين خمسة واحد ضرب عشرة حركتها مرة واحدة أس واحد لا الواحد ما ينكتب بس تنكتب ضرب عشرة الحين العكس إذا بخلي ساينتفك نوتايشن لازم أول رقم يكون شنو بين الواحد والعشرة وتلاحظون أن هنا أول رقم صفر وحتى هنا أول رقم صفر ما أنت راح أحرك الفاصلة شنو مرتين بس باتجاه ثاني بحركها لليمين مرة مرتين بحطها هنا فرح تصير ثنين فاصلة خمسة عشرة حركتها لليمين والسالب الثنين لأني حركتها لليمين مرة ثانية هذه بحركها واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس مرات فرح أقول خمسة فاصلة أربعة ثمانية سبعة ضرب عشرة والسالب خمسة هنا بحركها مرة واحدة عشان تصير واحد فاصلة ثنين خمسة ضرب عشرة والسالب واحد أستاذ توكد قول ما ينكتب الواحد الواحد ما ينكتب السالب واحد لازم ينكتب إذا عندي أكثر من سينتفك نوتايشن وأبي أجمعهم أو أطرحهم من بعض لازم أوحد الأسس لازم أوحد الأسس فلو لاحظنا هنا إذا بجمع هالرقمين ألاحظ أن هنا أس ثلاثة وهني أس ثلاثة الأمور سهلات أقول سبعة فاصلة أربعة زائد اثنين فاصلة واحد راح تطلع تسعة فاصلة خمسة صح؟ ضرب عشرة أس ثلاثة الأس مثل ما هو ما تغير هنا هذا عشرة أس أربعة وهذا عشرة أس ثلاثة شا سوي يا أود هذا حق هذا وهذا حق هذا فراح اللي راح أسوي الحين بخلي هذا أس أربعة شلون أزيد الأس أحرك الفاصلة اللي لي صار فراح يصير عندي أربعة فاصلة ثلاثة واحد ضرب عشرة أس أربعة زائد صفر فاصلة ثلاثة تسعة ضرب عشرة أس أربعة لاحظوا زدت الأس ها من ثلاثة إلى أربعة تمام؟ الحين أقدر أجمعهم لأن الأس متوحد فراح أقول هنا أربعة وهني هذه تسعة واحد عشرة ويض ثلاثة أربعة وثلاثة سبعة صفر ضرب عشرة أس أربعة الأس موحد شوف لي تحتها هذه عملية طرح والأس اسمه موحدة فراح أحول الثلاثة هذه إلى أربعة شلون أودي هذه حتى كده صح؟ أس أربعة ناقص صفر فاصلة ثلاثة تسعة ضرب عشرة أس أربعة ترحم من بعضها الحين يطلع لهني ثلاثة فاصلة تسعة اثنين ضرب عشرة أس أربعة الأس ثابت ما ينجس خلاص آخر واحدة تلاحظون هنا الأس بالسالب وهنا الأس بالسالب راح أخلي السالب ثلاثة تصير سالب أثنين يعني راح أزيد الأس يا الصيدات يلي قلته نقص الأس من السالب ثلاثة إلى السالب أثنين أنا قاعد أزيد الرقم قاعد نمشي بالسالب فمعن تقول ما أحرك شذي ها؟ راح أخلي هذه تصير سالب أثنين مو سالب أربعة اللي ما فهم يراجع حساباته مرة ثانية ويفكر هل هو بالجامعة أكيد ولا ليل حمبي المتوسط ما علينا يلا خلنحولها راح نقول اثنين فاصلة اثنين ضرب عشرة والسالب أثنين ناقص أربعة فاصلة عدل لا معدل حركن الفاصلة واحدة صفر فاصلة أربعة واحد ضرب عشرة والسالب أثنين ناتج راح يساوي هذي ساوي المفروض ناتج راح يساوي واحد فاصلة ثمانية واحد ضرب عشرة والسالب أثنين الأسمة واحد ما ينجس انزين اذا كان عندي حالة ضرب أو حالة قسمة وعندي صفر شا سوي شوفي بالأرقام تضربها بعض وتقسمها عادي عادي جدا لكن الأسس راح تنجمع في حالة الضرب وتنطرح في حالة القسمة تعالوا خلنشوف هنا عندي ثمانية ضرب خمسة يساوي كم أربعين عدل ضرب عشرة أس عملية الضرب هنا صح معناتها نجمع هذي الأسين يصير الأس ستة خلصت اللي وراها عندي أربعة ضرب سبعة تمام وعندي سالب خمسة وهذه عملية الضرب يعني نجمع الأسس وموجب ثلاثة فرح أقول ضرب عشرة سالب خمسة وموجب ثلاثة سالب أثنين وطبعا هذي إذا بنحاولهم scientific notation لاحظ هذي أربعين فرح أحرك الفاصلة بسوي شديد طالع فاصلة هني بحرك هاللي سار واحدة أنا تبقى أزيد الأس رح أقول هذي تساوي أربعة فاصلة صفر ضرب عشرة أس سبعة عشان نردها scientific notation لازم هالرقم يكون بين الواحد والعشرة هالكلام هني نفس الشي ثمانية عشرين رح أحرك الفاصلة من هني واحدة فأزيد الأس فرح تساوي ثنين فاصلة ثمانية ضرب عشرة أس سالب واحد جدي scientific notation اللي تحتها عملية قسمة فرح نقسم عادي 6.9 تقسيم ثلاثة يطلع وياي 2.3 ضرب عشرة أس جم سبعة ناقص سالب خمسة سبعة ناقص سالب خمسة ليش لأن هذه عملية قسمة فرح أطرح الأسس فسبعة ناقص ناقص خمسة إني موجب خمسة صح سبعة وخمسة جم اثناش تمام وكذي هذه انحلت شوفوا اللي تحتها هني عندي ثمانية فاصلة خمسة تقسيم خمسة كم يطلع وياي واحد فاصلة سبعة ضرب عشرة أس جم أربعة ناقص تسعة هذا ناقص هذا أربعة ناقص تسعة سالب خمسة كذي انحلت يا رب تكونوا استفدت والحمد لله رب العالمين